كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال جولته بمحافظة الإسكندرية استفاف معدات المحافظة لمجابهة الأزمات والتوارث بمقر دوان عام المحافظة يرافقه وزيرة التنمية المحلية من العوض ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة تخص الأمطار مؤكدا أهمية التعامل معها بأقصى كفاءة ممكنة